فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية طيب شيخ هذا يقول الآن في صلاة أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود نعم قال كان إذا رفع قال بقدر ما أقول اللهم ربنا لك الحمد هي أطال أطال يعني الاعتدال هذا معنى أنه أطال الاعتدال حيث نزاد على قول ربنا ولك الحمد حمد كثير طيب مبارك فيه فقوله ابن أبي لي لم تكن صلاة كذا يعني كانت أقصر من هذا لا كان يخالف هذا الأمير أو هذا الإمام لكن بهذا الورد فإذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد كنت مع من نعم زيك الله خير قال وكل واحدة من الروايتين تصدق الأخرى وإنما البراء تارة قرب ولم يحدد وتارة استثناء وحدد وإنما جاز أن يقال في القيام مع بقية الأركان قريبا بالنسبة إلى الأمراء الذين يطيلون القيام ويخففون الركوع والسجود حتى يعظم التفاوت أين قالوا قريبا من السوى ردا على هؤلاء الأمراء الذين لا يجعلونها قريبة من السوى بل كانوا يطيلون القيام ويخففون ما عداه موسيقى